تتحرك ناقلات النفط هذه في البحر المتوسط بحذر شديد كما يتنقل رجال الأعمال بين العواصم بعيداً عن الأنظار لكن واشنطن بالمرصاد وأعلن التعطيل شبكة تعمل في الظل لتأمين ملايين الدولارات لحزب الله إذ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تابع للخزانة عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين متهمين بتوريد النفط والغاز البترولي المسال إلى الحكومة السورية وتوجيه الأرباح إلى حزب الله وتولد من عمليات التهريب غير المشروعة مئات الملايين من الدولارات للحزب والمتورطون في هذه العملية بحسب الخزانة الأمريكية هم محمد إبراهيم حبيب السيد ينظم الأعمال التجارية للحزب بالتنسيق مع شركاء في جنوب شرق آسيا من أواخر عام 2023 علي نايف الزغيب خبيل كيمياء البترول يدير أنشطة مالية سرية ويدعم الفريق المالي لحزب الله منذ أواخر 2019 بوترس جورج عبايد يدير صفاقات الطاقة لحزب الله ويشترك مع الزغيب في ملكية عدة شركات أما الشركات المتورطة فهي هاديكو التي تدير عمليات تهريب النفط للحزب وشركات تابعة لها HIFSAL التي تلقت تميلا مشبوها لأغراض مشابهة هاديكو أوفشور لتوزيع النفط الثقيل ويديرها بشكل مشترك الزغيب وعبيد OHG Holding S.A.L. التي يملكها عبيد والسفنتان هما ألفا غاز ومارينا وتم توصفهما كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية توفر هذه الشبكة التمويل لأنشطة الحزب في لبنان وفي الخارج لذا تعد هذه العقوبات جزءا من مساعي الولايات المتحدة لتعطيل شبكات تمويل غير الشرعية لحزب الله في إطار استراتيجية أوسع لمحاربة تمويل الإرهاب في المنطقة